اهلا بيكو مشاهدين ومشاهدي قناة الصحة والجمال أول حاجة هنتكلم فيها عن سرطان المسانة هل ينعرف أستاذ المشاهدين أهو مرض سرطان المسانة وإيه هي أسباب وأعراضه تمام سرطان المسانة من الأمراض أو من الأورام المنتشر مش من أورام قليلة الحدوث لأ من الأورام اللي هيها نسبة حدوث وحاضر بالنسبة كبيرة في المجتمع حتى بالذات فينا في مصر كمان بالنسبة لسرطان المسانة نقدر نقول أنه مفيش أسباب قطع لكن فيه عوامل بتقدي بنسبة كبيرة للإصابة بسرطان المثانا بنحيس أو تقسيم النسيجي بتاع سرطان المثانا نقدر بقول إن فيه نوعين رئيسيين فيه نوع منهم كان بتسببوا مرض بالهارسيا أيام ما كانت منتشرة في مصر والنوع ده قل لنسبة حدوثه قلت بشكل كبير جدا بعد ما قدرنا نسيطر على دودة بالهارسيا وعلى انتقال بالهارسيا النوع الثاني وهو الأكثر انتشارا في العالم ككل وفي مصر دلوقتي هو نوع اللي بيسببه التدخين وثبت بالدليل قطع إن نسبة الإصابة بالمرض ده بين المدخنين أعلى بكتير منها من بين غير المدخنين وقدروا يفصلوا مواد كيموية اسمها سايكلو كربونز دي بتبقى موجودة بنسبة كبيرة في الدم عند المدخنين وهي بتسبب التطفر الجيني اللي بيكون سرطان المثانا عند الناس المدخنين من الأسباب التانية اللي بتسبب سرطان المثانا الناس اللي بتعرض لمواد كيموية معينة تمام منها أدوات التجميل أو المواد اللي بتستخدم في صناعة المواد بتاعة أدوات التجميل دهانات البيات والحاجات دهان دي تعرض للحاجات دي بشكل مباشر ممكن سبب الإصابة لسرطان المسانة برضو الحاجات بتسبب استثارة النسيج الطلاقي المبطل للمسانة زي مثلا الناس بيعيش على أسطارة فترة طويلة عندهم أمراض بتستريع لوجود الأسطارة فترة طويلة الناس اللي عندها التهابات مزمنة في المسانة كل دول ممكن يتعرضوا للإصابة بسرطان المسانة النوع اللي هو البيانتج مباشرة من النسيج الطلاقي المبطل للمسانة في بعض الأنواع الندرة من سرطان المسانة بتعتمد على أسباب أخرى غير منتشر حوالينا منها طبعا أسباب جينية وربما كمان أسباب ورصية ده بالنسبة للأسباب المؤدية إلى سرطان المسانة طيب بالنسبة لأعراض سرطان المسانة العرض رقم واحد والأشهر الممكن يؤدي إلى سرطان المسانة أن احنا بالمريض دهوان أولا سرطان المثالة مش بيصيب فقات عمرية كل الفقات العمرية لا أو بيبدأ يصيب الفقات العمرية الكبيرة أو الفقات العمرية من فوق من فوق الخمسة وخمسة وخمسة سنة يعني ربما في قولة الخمسينات صعب أن اكتلاقي حد مصاب بسرطان المثالة بيتبدأ الأعراض في حد مدخن بالنسبة كبيرة أو بيكون عنده ريسك فاكتور من الريسك أو عامل من العوامل المؤدية اللي احنا قلنا عليها وبيبدأ بيشوف نزيف بولي غير مدامة أكتر من 50% من الحالات بتبدأ بالنزيف البولي غير سوريا معلش مش غير مدامة نزيف بولي غير مؤلم يعني النزيف بولي بينزل بسهولة خالص بيجي البول بلاقي دم مفيش فيه أي درجة من درجات الألم في الحد الكبير بنبدأ نشك هنا في اللحظة دي ونبدأ نتصرف زي ما قول حضرتك فيه أعراض تانية غير نزيف البولي غير مؤلمة فيه أعراض تانية فيه ناس بيجي في صورة مجرد حرقان في البول فقط لا غيره سرطان المسانة بيبقى مراحل مرحلة الأولانية فيه خالص بنسمعها الكارتينومة انسايتو أو الورم المحلي اللي هو لسه ما انتشرش بيبقى موجود بس في النسيج الطلاقي المبطل لجزء من المسانة ما خرجش من كده ما انتشرش حتى عضرة المسانة نفسها ده بيبقى أشهر أعراضه مش نزيف بولي ما بيجيش بنزيف بولي بيجي بمجرد حرقان في البول في الناس الكبيرة برضو اللي هو عندهم العوامل المؤدية دي زي المدخنين بنبدأ نشك فيهم تمام أو الناس اللي ممكن تكون تعرضت لدودة البلاريسيا في مرحلة مبكرة من حياتها زي الناس القديمة اللي عنده برضو 60 أو 70 سنة لحق الجيل لحق الجيل اللي كانوا بينزله الترع وبيجي لهم الحكاية دي طيب ايه أعراض تانية ممكن تجيب سرطان المسانة ممكن سرطان المسانة ييجي بصورة واجع بس فوق العينة كده واحتباس بولي متكرر ييجي المريض يحط قسطرة وياخد علاج وبيتعالج على أنه هو مجرد تدخم في البروستات لكن في الحقيقة بيبقى مخبي وراه احتمال لسرطان المسانة تمام فضل طب إزاي نفرق بين بقى أنه هو سرطان المسانة أو تورن في البروستات المفروض أن فئات المهددة أو الفئات الزي ما قلت حرك في السن الكبير مع وجود عوامل مؤدية أو حتى في غياب العوامل المؤدية أول ما بتظهر أعراض من نوع من الأعراض دي حتى لو مجرد حرقان في البول لازم المريض ياخد الموضوع دهوان بجدية وبيبدأ هنا يتصرف أو يبدأ مراحلة تقييم الحالة أول حاجة بنعمل تحليل البول عادي خالص بنشوف فيه كرات دم ولا لا وجود كرات الدم في البول حتى لو هي النزيف مش متشاف بشكل مباشر بيصير الشكوك بيرفع مستوى الشك إن احتمال يكون فيه وراء مستخبي في الجهاز البول بيكون حركة اللي بعد كده أو خطوة رقم 2 على طول في التحرك بتاعنا بيعمل موجات صوتية الموجات الصوتية على البطن أو اللي احنا بنسميها بشكل عام يعني الصنار بيبدأ يستكشف أو بيكتشف لنا وجود الورم بيكتشف لنا وجود الورم لو الورم في مرحلة متقدمة حتى لو متقدمة نسبيا يعني الورم لو بدأ يكبر أو بدأ يظهر هو الموجات الصوتية هتكتشف لنا وجود العراض لكن في مرحلة واحدة بس الموجات الصوتية ومتقدرش تكتشفها ليه المرحلة زيرو او مرحلة الكارسينومة انسايتو زمالة الحريك ان الورم بيبقى منتشر بس او موجود بس في نسيج الطلاقي اللي بيبطن المثانة من جو وده بنقدر بعد ما بنعمل الموجات الصوتية لو ما قلت لناشي ان فيه قطع او لحمية ظهرة في المثانة فيه ورم موجود في المثانة احنا بنستسني خلاص مفيش لكن اذا لقينا بعد كده تكرار تحليل البول عمال يطلع لنا او وجود نزيف بولي بنشوفه بعينينا برأي العين او بنشوف كرات دم حمرة موجودة في تحليل البول بتاعنا بشكل مستمر حتى مع العلاج وحتى مع علاج للتهابات لان ده ممكن يكون بسبب التهابات عادية فهنا بنبدي العلاج الاول مرة او اتنين ما تحسنش بنبدأ في اللحظة دي بنبطر ان احنا نعمل منظر منظر بسيط بناخد معينة من المثانة وبتتحل ده اذا استمر لن وجود النزيف حتى لو نزيف مايكروسكوبي حتى لو احنا شايفين النزيف مجرد كرات دم حمرة طلعة في تحليل البول طبعا لو العشاعة التلفزيونية قالت لنا الموجات الصوتية قالت لنا في لحمية فعلا او في مستمر حتى بنتحرك على طول ما بنستناش بقى يعني ما بنستناش في مرحلة الملاحظة عشان كل ما كان العلاج في مرحلة مبكرة كل ما كان فرصة الشفاء عالية اذا اتأخر العلاج طبعا بتتأخر او بتقل احتماليات الشفاء دكتور حناخد التصالح من دك انا نكمل كلامنا استاذهبه الو السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته ممكن اتكلم الدكتور اهلا بيك استاذة اهلا اهلا بيك معايا بنتي عندها اربعة سنين كل ما تيجي تعمل حمام بتفضل مسكنة ساها كده اذا خالها وديها الحمام ما بتعرف تعمل ازلت عايا مش قادرة تعمل الحمام وده تلقظها دكتور يديها عليك ومع مسكنة ديك تمام هتسألي على الحاجة تانية ولا ولا سؤالي فانا عايز اعرف هي عندها ايه انا مش عارف هي عندها ايه وقالوا لي تاخد حقا في دكتورة في مصر برضو قالتلي ما ينفع تتاخدها لانها هضرها بعد كده قال لي يا حقا ايه بالزبط معرفش والله يا حقا كان وكل دكتور يكتبها يلي وهي قالتلي اغلط عليها يعني انت كل شكويتك ان هي بتتحكم في المياه بس ان هي بتيجي تعمل حمام او بتبدأ التبول بصعوبة تمام كده اه شكرا لك يا استاذ ايه بالدكتور هيرد عليك يعني في صعوبة في التبول موقف ده وان في طفلة عندها اربع سنين احنا بنتحرك على رينج واسع من التشخيص يعني عندنا احتمالات كتير جدا اكثرها اقلق بالنسبانا او اكثر حاجة بنخاف منها في الموقف ده العيوب الخلقي لازم نستسنيها اول حاجة تمام لان احتمال العيب خلقي في طفلة اربع سنين وارد جدا في حاجة اسمها الحلب المهاجر ممكن الحلب نفسه يكون فتح فتح تحت يعمل حاجة شبه كده ممكن احتمالات ان يكون فيه مشكلة في الصمام التبول نفسه اه فيه انسداد اه ممكن احتمال ممكن احتمال يكون فيه ارتجاع او حاجة اسمه جريان رجوع يكون الحلب بدل ما بينزل في اتجاه او بيرجع كل دي احتمالات فيه احتمالات كتيرة للعيوب الخلقية لازم الخطوة الاولانية نتأكد ان ما فيش عيوب خلقية ده هيكون ازاي برضو بنعمل موجات صوتية على الكلة مش على المسانة ولا على التبول نتأكد ان الكلة ما فيش فيها back pressure او ارتجاع على الكلة طيب مننا على الكلة بنبدأ نعمل الموجات الصوتية تاني نفس الموجات الصوتية على المسانة تمام بنشوف المسانة ده هي كمية البول قبل التبول قد ايه وبتدخل الطفلة تتباول وبنشوف كمية البول بعد التباول بعد التباول قد ايه إذا ثبت لنا بالشكل أو بالأشعة اللي احنا عملناها سواء بالأشعة بالموجات الصوتية أو احتاجنا أن احنا نعمل أشعة مقطعية على حسب تقييم بقى كل هنلاقي فايندينج أو هنلاقي نتيجة مثلا لو لقينا مثلا اتجاع في الأشعة الموجات الصوتية بنقيمه بالأشعة المقطعية أو هكذا بقى لحد ما بنقيم إذا الوضع التشريحي بتاع الكاليا إذا سليم 100% بندور بقى على مشكلة وظيفية برضو من ضمن العوبة الخلقية ممكن يكون في مشكلة وظيفية في المسانة تمام يعني ممكن تكون المسانة سليمة زي الفل بس ما بتحسش أو قوة انقباضها ضعيفة تمام بنبدأ لحاجة اسمها الديناميكية التباول يورو ديناميك ستادي يورو ديناميك ستادي دي بتقيم لنا قدرة المسانة أو كفاءة عضلة المسانة نفسها ووجود احتمال ووجود انسداد وظيفي للمسانة دي لازم نستسنيها دلوقتي إن المسانة مش قايمة بوظيفة مش قادرة أدي وظيفية دي بتتعمل عن اختبارات اسمها اختبارات ديناميكية التباول بنعمل أهم حاجة بالنسبة لطفلة زي دي نشوف قدرة عضلة المسانة على الانقبض تمام بتقسلنا البرشور جواها أو الضغط جواه المسانة والضغط في البطن ككله وبنترحهم من بعد نشوف كفاءة أو الضغط بتاع عضلة المسانة نفسه قد ايه وبنعمل كمان نشوف فيه انسداد تحت مستوى المسانة ولا لأ بنشوف ندفاع البول نفسه وبنشوف الحكاية طيب طلع ما فيش عيوب خلقية بنبدأ ندور بقى على الأسباب المكتسبة اللي حوالينا عيوب خلقية دي حاجة الطفلة مولودة بيه نبدأ نشوف من البيئة اللي حوالينا زي أشهراء العدوى زي مثلا ورود التهابات في المسانة بكون الطفلة دي عندها مصدر سيفي هدومها تولدت في أي حتة بتاخد منه عدوى بشكل مستمر فبنعمل تحليل بول وبنشوف تحليل البول ده هون فيه مشكلة ولا لأ وبنبدأ نتعامل معها طيب تحليل البول كويس من الحاجات برضو اللي بتلقى موجودة بس ما ظنش بتقول إن يا ساكنة في القاهرة الحاجات دي تلقى موجودة في الأرياف بس وجود حاجة اسمها البرازيتك انفستيشن أو احتمال وجود العدوى الطفيلية اللي احنا بنسمعها بلدك اددان تمام وجود الدودة الدبوسية بالتحديد اللي هي الاوكزيوريس أو الانتروبياس موجودة في الجهاز في القناة الشرجية بتعمل حاجة زي وجع تعطفي كده بتيجي الطفلة كل ما بتيجي تنقبض المسانة لأنه نفس التغذية العصبية اللي رايحة للشرج هي نفسها اللي رايحة العنق المسانة فبتيجي الطفلة كل ما بتيجي تنقبض أو حاجة بتحس بألم والألم مش من المسانة نفسها الألم من الحوض ككل دي أشهر الأسباب المكتسبة اللي ممكن تيجي في طفلة زي كده طبعا مع الفحص وكده ممكن تستكش في السرطة يعني هي تلجأ للفحوصات الأول لازم الفحوصات في الأساس تدور على احتمال وجود عيب خلق لازم تستسني وجود عيب خلق يعني ده احتمال وارد في طفل 4 سنين وارد جيد ممكن طب دكتور نرجع لسرطان المسينة أنا كنت عايزة أسأل سؤال يا دكتور هو سرطان المسينة هل هو مرض مميت يعني هبقى بيحدث فيه حالة حالات وفاة لو انت لو ملحقناهوش انه هو يشفى منه بصي هو في الأول وفي الآخر مرض خبيس احنا الحمد لله هنا في مصر متقدمين جدا في علاج سرطان المسانة يعني معادلات الشفاء هنا في مصر اعلم المعادلات العالمية بالنسبة كبيرة يعني معديين المعادلات العالمية في علاج سرطان المسانة نظر لان احنا كنا في وقت من الأوقات من أكتر البلاد المصابة بسرطان المسانة تمام فمعادلات الشفاء عندنا عالية بس ستيل مرض سرطان المسانة هو سرطان ممكن يؤدي للوفاء كل ما اتأخر اكتشافه مرض خبيس برضو كل ما بيتأخر اكتشافه كل ما بيقى فيه فرصة انه يبعد سنويات في اماكن مهمة في الجسم زي الكبت زي المخ زي الرئتين وديه بتبقى احتمالات الشفاء في المرحلة دي بتبقى أوليلة جدا عشان كده كل انا بقول ان كل ما بتبقى احتمالات الشكة على وديه مراحل يا دبت اه مراحل المرحلة الاولية ازا ما قلت لحضرك ان المرض يكون في النسيج الطلاقي بس مرحلة تانية بيبدأ ينتشر في النسيج ما بين النسيج الطلاقي وما بين عضلة المسانة بعد كده بيبدأ ينتشر في عضلة المسانة نفسها بعد كده بيخرج من عضلة المسانة وينتشر في الاعضاء المجورة يعني ممكن نشوف حالات يكون خرج من المسانة ومسك في جزء من الامعاء مثلا او في عضلات اخر بعد كده بيبدأ ايه بعد سنويات بعيدة في اماكن بعيدة من الجسم طبعا كل ما اكتشف بدري كل ما كان علاجه اسهل في حالات بتتحل بمجرد علاج منظير بالتدخل منظار بس بشكتر من كده وبتستخمي العلاج دوائي في حالات بتحتاج للحل الجراحي في حالات الحل الجراحي نفسه هوبليس يعني حلول بالياتف كده تمام بس مجرد تأدية اللي باجي بس لكن هو ممكن نستعرض مع بعض طرق العلاج كلها لو حضرتك لو وقت حضرتك بس احنا نستعرض على طرق العلاج بس ناخد اتصال الاول ستذهب على له ايوة ايوة صباح الخير ممكن اتكرمي الدكتور اتفضالي الدكتور معيك اه عارف شوق اه ازاي حضرتك يا دكتور ازاي حضرتك على سنك اتفضالي اه لو سمحت انا عندي جديد في هي تعدي السنة التمانين تمام فممكن يعني هي وصلت للطبال للطبال الاراضي ممكن وهي نايمة بالليل وده يوميا كل يوم ممكن لو هي قعدة اثناء النهار اه نيجي نقول لها تحب تدخل للطورت تقول لأ تيجي تقوم على البال ما توصل يعني هو الطورت بين المكان اللي هي فيه خطوتين تلقاها ممكن تكون برضو البول نازل فهل ليها علاج وكمان فيه سؤال تاني حضرتك اه بنتي اه اربعتاشر سنة ممكن يعني على مرة ممكن اثناء الشهر مثلا مرة بالليل تعمل تبول لأراضي تمام فهل في علاج والسن كمان بالنسبة للاطفال امتى اقلق يعني مثلا لو عندي دفل خمس سنين او ست سنين امتى اقلق ان هو خلاص مثلا يبطر يعمل على نفسه بالليل يعني تمام تمام شكرا ليك يا ست زيبة الدكتور هيرد عليك بقول لحضرتك بالنسبة للأسئلة بتاعتها انا شايفة ان التلات أسئلة تبول لأراضي اه ما هو احنا عملنا حلقة هنا سن كبير وسن الشباب وسن الصغير تمام هي الاستاذ هيبة لو رجعت لليوتيوب تمام هتلاقي حلقة عملنا فيها كل حاجة قلنا كل حاجة لها علاقة بالتبول لأراضي انا بدعوها يعني انها تفتح قناة صحة والجمال على اليوتيوب انا هوضح لها بس هي تفتح قناة صحة والجمال على اليوتيوب تشوف الحلقة اللي فاتت هتلاقي فيها كل حاجة عن التبول لأراضي ان شاء الله بالنسبة للأسئلة بتاعتها بالنسبة لولدتها جدتها اللي يعنيها 80 سنة طبيعي مع السن بيحصل حاجة سماني ربس يعني التهاب في الأعصاب او مش التهاب في الأعصاب اعتلال في الأعصاب تمام تبدأ الأعصاب سواء الأعصاب الحسية سواء الأعصاب الحركية بتبدأ تفقد وظيفتها تدريجيا تمام تمام ودي من أمراض الشيخوة من ضمن الحاجات اللي بتتأثر بكده المسانة فالمسانة بتفقد قدرتها على الاحساس بالتبول وبتفقد قدرتها على الإيه إنها تتحكم في المية أو أنها تقبض عنق المساء ونضيف لكده أنه أصلاً السيدات عموماً بالطبيعة التشريحية بتاعتهم فرص التباول اللا إراضي عالية مش أولئية لها ولد الطبيعي مثلاً مرة حصل إصابة في الحوض الرجل عنده سمام اسمه البروستاتا السمام ده بيقدر يحبس له المياه أكتر من السمام الإراضي يعني أغلب الرجالة أصلاً بتبقى عايشة على السمام اللا إراضي ده ما بيحتاجش يزنق المياه بنفسه كده إلا في أوقات لما يكون المسانة تملت بزيادة قوي لكن السيدات عندها سمام واحد اللي هو السمام الإراضي بتاع عضلات الحوض اللي هي بتضطرب بمجرد مثلاً ما ولدت مرتين طبيعي يعني هي بتضعف نتيجة مثلاً للولادة سيدات ما بتبقاش مقاهلة نفسها تعمل عضلات أو تعمل تمارين كويسة من شبابها فتبقى عضلات حوض قوية تستحمل الولادة فبتصطدم بالواقع بقى مع أول ولادة يبدأ التباول الإراضي يهاجمها ولو أعراض ولو أنواع كتيرة احنا كلمنا إيه فيها قبل كده بالنسبة للسيدة دهياً هي ممكن بالعلاج الدوائي ما ظنش إنها تحتمل أي حلول الجراحية بالعلاج الدوائي فقط حاجة اسمها مصبطات الكولين وفي طالع جديد دلوقتي البيتا سريق أجونست زي ما أنا قلت قبل كده الحاجات دهياً بتقدر تزبط بتحسن الكواليتي نفسها يعني بتحسن جودة الحياة تقلل عدد المرات التباول الإراضي تقلل تخلي المره لوحدة كمية قليلة مش كتيرة لكن أكتر من كده ما ظنش إنها تقلل ثانية بتقلل بس مش أكتر من كده لكن مش بتمنعها فقط ممكن لو في حد أصغر من كده شوية أو في سن صغير ما عندوش أي مشكلة أعصاب ولا أي مشكلة تشريحية ولا حاجة ممكن نخلي نلجأ للرياضة شوية حتى ممكن الأدوية تجيب نتيجة تجيب نتيجة أحسن كمان من كده لكن احنا بندل علاج وإحنا مش مستنيين يحللنا مشكلة 100% هو يحسن لنا جودة الموقف يعني يحلل المشكلة المسبة 50% ممكن 50% علشان السن كبير بالنسبة لبنتها سنها 14 سنة بتحصل مرة كل شهر البنت دهيان بتتحكم في المياه بالنهار كويس تمام بتتحكم بالنهار كويس لكن هي مشكلة عندها بالليل المشكلة هنا وظيفية البنت ممكن يكون نومها تقيل بتنام فترات طويلة ممكن يكون عندها مشكلة في الإحساس بتاع المسانة وهي ما بتقدرش تدسكرمينيات تميز إحساس التباول وهي نايمة فالمسانة بخلاصة تملت لطاقتها وبتفضي على طول البنت دهيان أهم من العلاج إن هي تبدأ شوية تمارين كده تمارين دي بتبقى في صورة أول حاجة نهاية بتحدد عدد ساعات النوم تمام ما تبقاش زيادة وتسبتها في اليوم عشان يعني إيه الهرمونات والإحساس والكلام ده كل الحاجات دي بتبقى مرتبطة بمواعيد النوم تمام في مواعيد النوم سبتة معاد معين وبتنتيب معاد معين والمفروض إن عدد ساعات النوم ده علشان نكسر حدة النوم الغيبوبة أو النوم العميق اللي هي بتدخل فيه ده بتعمل إيه بتقسم عدد ساعات النوم دي بالنص فتصحف نصهم بشرط إنها لما تصحى تبقى تصحى فيها يعني ما تصحيهاش وياه من عويسة كده توديها عشان تودي إيه تدخل التواليد لأنها داخل التواليد هي كده كل اللي استفادته إن السرير ناشف بس لكن هي كطفلة داخلت برضو وعيها مش في كامل وعيها بس دي دكتور مش طفلة دي 14 سنة ما هي ستيل طفلة لا هي برضو طفلة يعني هي بين الطفولة وبين الشبابين ماشي آآ آآ أنا مع حضرتك بس يا الفكرة كلها إن هي دي الطفلة دي لسه نموها ما كتملش هي بتتحكم بالنهار كويس وبتحس بالنهار كويس لكن بالليل ما بتتحكمش بالليل ما بتتحكمش يبقى حاجة من اتنين إما أنهمها نفسه تقيل إما الإحساس عندها فيه مشكلة إما المخ في غيبوبة هي نايمة غيبوبة ده تعبير مجازي يعني هي نايمة نوم تقيل جدا فمش قادرة تميز فالمسانة تمالت فوق طائطها ففضت خلاص إما إن المسانة ما بعثتش الإشارة دي أصلا أو الإشارة دي مش مفهومة ليه لأن هي ممكن تكون أصلا لحد دلوقتي مش قادرة تميز الإحساس بتاعة التباول ده عامل إزاي خلاص فدي هتتدرب على كده إن هي هتنام بواعيد سبتة عشان يزبط عدد ساعات النوم وعمق النوم نفسه تمام هنقسمهم زي ما قلت لك وتتقسم تبقى صاحية فيئة تمام مش أي حاجة الحاجة التانية ودي مهمة جدا إن هي بالنهار بتيجي فترة في اليوم تزنق نفسها جامل فوق المستوى اللي هي متعودة تعمل عندها ده بيخلي بعمل عندها ده بقرة الشعور كده إحساس بتعرف الإحساس ده عامل إزاي لما هتتعرض ليه بعد كده وهي نايمة هتقدر تميزه مرة في مرة مرة مع مرة هتتعود إن هو ده حاجة تالتة ودي مهمة برضو معلش إن هي وهي بتتبول تمام بتقطع طريقة التقطيع دي هي بتدرب عضلات الحوض دي اسمها كيجي الإكسرسايز أو تمارين كيجي تمام فبتقوي عندها عضلة الحوض دي هتفيدها دلوقتي وهتفيدها بعدين كمان لما تجوز وتولد وكذا تمام الحاجات ده هي هن كلها يعني ده بيساعد على تقوية عضلة المساعد آه طبعا دي تمارين معروفة عالمية اسمها كيجي الإكسرسايز أو تمارين كيجي والناس كتيرة بتعملها بفترات طويلة بس طبعا التمارين دي لازم تستمر عليها فترات طويلة عشان تجيب معها نتيجة ومش عشان التبول لإرادة عشان حياتها زي ما قلت تحرك بعد كده حاجة الأخيرة العلاج بقى هي ممكن تاخد أدوية زي برضو مطبطات الكولين دي برضو بتحسن الموقف شوية بس طبعا الاعتماد الأساسي بعد العلاجات آخر سؤال لها كان اللي هو الأطفال الطفل بقى اللي عنده خمس سنين تمام زي هي تعرف أنه هو يوقف عن التبول لإرادة هو المفروض أن أنت بحد خمس سنين الطفل ده عادي حتى لو تبول لإرادة حتى لو بالليل أو بالنهار ده مقبول جد المفروض أنه بعد خمس سنين تبدأ تبحث عن عن العلاج عن السبب آه بس طبعا دكتور هناخد التصال ونرجع نجمع الكلام بس سيد ألو ألو سلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته آه ممكن نكرم الدكتور أتفضل للدكتور من حضرتك آه ممقول لإشارتك أبا شهد أهلا بك طبعا سامعيني آه سامع حضرتك أتفضل لأس سيد سامعينك آه أنا عندي ورع مع المساني تمام أنا عندي ورع مع المساني تمام وعند السكر تمام وستك أنا ولبت في التأمين الصحي ودي ودي وما نشلقين عليها كل ما نروح لدكتور يا حاولني الدكتور شهدني طب أنت حضرتك عندك كم سنة يا أساس سيد نعم وعملت عيني تمام اتفضل أنا عندي واحد ستين سنة تمام طيب اتفضل كامل يا أساس سيد آه رحت المعهد الأورام تمام آه بحولوني من دهل 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 ده وما نش حالف نفس اللي حل تمام أنت نتيجة العيانة طلعت إيه أساس سيد العيانة قال أنت عندك عملية عندك ورع وفي المكان طيب أنت حضرتك حرك ساكن فين أساس سيد لا حضرتك ساكن فين أنا ساكن في قرية أسماء اللي جيدكم حمادي تمام حمادي تمام 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 ماشي يا أساس سيد تفضل طبعا ما نش حالف نفس اللي حال يعني ماشي تفضل يا أساس سيد طب الدكتور حيرد عليك يا أساس سيد شكرا على اتصالك هو كده يا دكتور بيعاني من حكتين السكر في السن ده مع الورم بيقلل المناعة فبيخلي مقومة الجسم بيأكل في الجسم فبيقلل مناعة الجسم تمام بس الأساس سيد مشكلة واضح أنها إدارية أكتر منها طبية نواة شخص هو عارف أنه مش عارف يتلقى العلاج بتاعه ازاي أو يتلقى فيه أنا معرفش ليه عنده مشكلة في التأمين الصحي الفكرة كلها أن علاج الأورم ده متاح مجانا أورم طبعا معادلات شفاء عالية جدا فيه في المنصورة فيه في القاهرة جامعات سواء الأسرعيني سواء الدمرداش سواء جامعة الأزهر كلها بتقدم علاج سراطين مسانة مجاني خالص وعلى أعلى مستوى تمام فيه مستشفيات برضو التعليمية اللي تبع على وزارة الصحة زي مستشفى الساحل التعليمي وفيه مستشفى المطارية التعليمي وفي مستشفى أحمد مهر التعليمي دي مستشفيات برضو بتعمل عمليات سراطين مسانة تقريبا كل أسبوع وبكفاءة عالية جدا بشكل كويس جدا ومستوى عالي جدا يعني مش هتكلفه اي حاجة هو بس يارجع لأي مستشفى ما اللي احنا قلنا عليها دي دلوقتي ويتم العلاج فيها ان شاء الله ويشبه طيب دكتور عايزين نعرف بقى طرق علاج سرطاني المسانة عايزين نعرف طبعا علاج سرطاني المسانة بيعتمد في الاساس على التقييم او العملية المرحلة اللي فيها المرحلة بمعنى قلتها حركة ان اول مرحلة اللي هي المرد موجود في النسيج الطلائي بنعمل المنزار بناخد العينة اتأكدنا ان المرد مش موجود في اي حتة بناخد عينات عشوائية من كل حتة في المسانة تأكدنا ان المرد ده وجوده فقط في النسيج الطلائي في الحالة دي بنعمل عملية بيبقى خط العلاج الرئيسي حاجة اسمها ايميون سرابي ايميون سرابي دهوان يعني ايه علاج مناعي بناحق المادة في المسانة اسمها البي سي جي المادة دي بتستثير الجهاز المناعي إنه يكون فاجوسايتس أو ماكروفاجيز يعني خلايا كبيرة ضخمة بتأكل الخلايا السرطانية خلاص دوان الخط الرئيسي بيتعطف صورة علاج بتحقن جوه المسانة ستة أسابيع كورس وبعد كده بنعمل إفاليويشن أو تقييم تاني بعينة جديدة نشوف لسه موجود ولا لا لو لسه موجود بنجد ستة أسابيع تانية وغالبا الموضوع ده بيبقى قادر على إنه يقضي على الكارسينوماء إنسايت عشان كده أنا بقول المريض اللي بيجيره مجرد حرقان في البول في السن الكبير زي عام سيد كده اللي عنده فوق ستين سنة تحرك بسرعة في المرحلة دي العلاج مش هيكلفها أكتر من شوية أسطرة وشوية حقن بيتاخدها تمام بعد كده الموضوع بيبقى علاجه بشاة أو بيبقى علاجه يعني بيبقى فيه صعوبة بيبقى صعوبة بيبقى صعوبة اه تمام دي المرحلة مرحلة التانية معلش دكتور أنا أسفق صعوبة في استجابة العلاج للجسم ولا صعوبة في العلاج نفسه العلاج نفسه والتكلفة الجسدية عملية وجراحة ده أنا أتكلم فيه موضوع برضو تبقى صعب شوية أنا هوصل معاك في الآخر موديل التزق هتبقى برضو صعب بتحملها يعني الحاجة التانية هي هتكون ايه هتكون بيتاخد العينة بنلاقي الورا بدأ ينتشر لسه ما اخترقش العضلة بتاعة المسانة خلاص لسه موجود في النسيج الطلاقي وفي النسيج اللي تحته حاجة اسمها لامنا بروبيا نوع من النسيج الضم كده بيفصل للنسيج الطلاقي عن العضلة انت عارف ان عضلة المسانة كده طبقات زي الجلد تحت هي عضلة أكيد طيب بعد كده ده بيبقى حلو ايه انك بتدخل بالمنذار نفس المنذار أخدت عينة اتأكدت انه هو موجود في اللامنا بروبيا مش موجود بس في الإبستيليم أو في نسيج الطلاقي ممكن منذار تاني وممكن في نفس المنذار لو انت شفت بنفسك بتعمل حاجة اسمها ريسكشن بتاخد الموضوع ده في صورة شرايح كده بتقطعه في صورة قطاعات أو شرايح بتشيل كل النسيج اللي شكله مش عاجبك أو شكله بيوحي بانه هو متورم أو بيبقى ساعات قابب شوية كده طالع عن فازز فوق مستوى النسيج الطلاقي اللي هو في صورة اللحمة كل ده بيتشال خلاص بالمنذار ولما بيتشال بدنا روح نحلله ونتأكد انه هو مش واصل للعضلة خلاص مش واصل للعضلة بنرجع بقى تاني ندي النسيج العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي الأول ومفروض انه بيجيب نتيجة وفيه أنواع بتستخد بتبقى بنقدر نتوقع انها تستجيب لنوع من العلاج الكيماوي اللي بيتحقن جوه المسانة ده لست أقول لحردتك فيه علاج كيماوي في غير المناعي فيه كيماوي بيتحقن جوه المسانة وفيه كيماوي في الوريد احنا لسه مجناش للكيماوي اللي في الوريد ده خالص احنا لسه في حاجة موضعية بيتحقن بس في مكان وتأثيره في مكان ملوش أي تأثير على الجسم ده اللي احنا قلنا أول حاجة لو لنا في الطلاقي بس بندل مناعي بس وبيجيب نتيجة لقناها منتشر وصل لمرحلة ما تحت النسيج الطلاقي بس ما اخترقش العضلة لسه بتاعت المسانة اللي هي المسل نفسها أو عامل لحمية كده بيبقى عامل زي أب وكده بلو أشكال كتيرة بيتشال كله بالمنظار بنفس المنظار من جوال منظار وبيعمل له ريسكشن كده وبنحق النسيج المناعي تمام العلاج المناعي بندله فرصة أو فيه أنواع معينة نتيجة بعد نتحليل تحليل الأنسجة بيطلع لنا أنواع معينة دي ممكن نحقن فيها الميتوميسن أو العلاج الكيماوي هي للبي سي جي تمام طيب ده لقينا بقى بعد كده نتيجة التحليل الأنسجة لما أخدنا الريسكشن ده رحنا لقيناها مخترق العضلة هنا مش هينفع لأ قبل الكيماوي بقى مش هينفع لازم بقى العضلة دي تتشال خلاص مش هينفع فيها الايه الحق خلاص في الحالة دي المرحلة التالتة بقى لها تي تلاتة لها تي تلاتة آه الجراحة بتتشال المثانب تمام وبيبقى فيه بقى بدايل هيتبول إزاي ما احنا عندنا الحوالي بدول لازم يخرج فيه بقى مودلة تسكتيرا جدا بيتم اختيارها على حسب الحالة العامة للمريض بمعنى فيه مريض بيبقى عنده سكر فيه مريض عنده ضغط فيه مريض عنده مشاكل صحية واحد كان جاله ستروك قبل كده واحد عنده القلب مين هيستحمل جراحة 6 ساعات مين هيستحمل جراحة 6 على حسب موقف ده كله بناخد بقى وعلى كمان على حسب حالته الصحية ايه الحالة العامة العامة كلها بقى تقييم شامل لكل وكمان انتشار المرض بقى في المسانة وصل لحد فين هل يطرى اخد مجرى البول معاه هل يطرى اخد البرستاتة معاه هل انتشر برا كل ده بيخلينا بقى ناخد بدايل ايه البدايل ان احنا بناخد الحالب فيه ناس بنوصلهم الحالب على الجلد بس ويتبول عن طريق الجلد فيه ناس تانية بناخد الحالب بنزرعه في القناة الشراجية وبينزل البول عن طريق الشراج خلاص فيه ناس بيحظها كويس تمام وبنعمل لها مسانة صناعية أمش مسانة صناعية بقى هي متخدم من الأنسجة الطبعية بس بناخد جزء من الأمعاء وبنفتحه بالطول وبتلفه على إنه هو مسانة وبنوصله بمجرى البول وبنزرع فيه الحوالب وتيبقى دي مسانة جديدة دي الحلل صعبة خالص يا دكتور بالعكس دي هتبقى أريح للمريض يعني بس مش أي مريض بيبقى مستجيب لكده لازم الحلل عامة تبقى كويسة يعني مثلا لو مريض عنده سكر وعنده مشاكل دي عايزة صحة سليمة عايزة حد الحالة العامة بتاعته تستحمل الموقع ده وسنه كمان ده لو حد سنه صغير تحت الستين مثلا أو حاجة ممكن بنعمل فيه الحكاية لكن الحلول التانية حلول أسهل شوية وقتها الجراحي جوه قط العمليات أقل شوية في الوقت نتيجتها برضو نوعا ما مناسبة للناس اللي هوا عندهم مشاكل دوائية أو مثلا زي السكر والضغط والستروك والحاجات ده والكبد والكلام ده طب معاش يا دكتورنا هقطع كلامت بس بناخد اتصال ماشي تفضل الأساس جمال ألو 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 تفضل لا سمحت الدكتور بس اتفضل يا أساس جمال الدكتور معاك اه آخر الدكتور سؤال بس اتفضل الدكتور معاك يا أساس جمال اه بالنسبة للبول ما عنديش تحافه في البول انت حراك عندك كم سنة يا أساس جمال اتنين وخمسين سنة يا دكتور عملت أي عمليات قبل كده عملت اي عمليات قبل كده وعملت اي بقى بعدها يعني عملت لها منزار ولا فتحت ولا عملت ايه طيب اتا عملت اي منزار قبل كده ولا ركبت اساطر ولا اي حاجة خالص ماشي انا عارف انا بسأل حضرتك عملت اي منزار قبل كده او ركبت اساطر او عملت اي حاجة طيب انت بتتحكمش في البول بالليل بس بالليل وبالنهار ولا بالليل بس طيب البول بينزل مع الكحة والعطس لما بتكوحه وتعتص المية بتنزل ولا بتيجي اقاعد تلاقي نفسك فجأة كده تزنقت وعايز تتبول اه بس عايز تبول الخاص ومس جمي الخاص وقعدة بس ام بقدر تتحكم تمام ماشي 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 يا عمسيز شكرا لك يا عمسيز جمال الدكتور هيرد عليك طيب دكتور هناخد اتصال تاني ونرده على اساس جمال وعلى الاتصال ماش تفضل. استيض عبدالله ألو? ألو ياههمدي. ألو تفضل ايوا. اتفضل يا استيض عبدالله. ممكن متزوان بالدكتور ياههمدي. اه تفضل الدكتور معيك. هلو? قلو معيك تفضل. اه دكتور. اتفضل يا استيز عبدالله معك. اتفضل يا دكتور احنا سامعينك. والله الا يا دكتور لما يعني اكرمت لما اضير ميا بيكون فيه تنقيض يعني بعد البول بعد ما انا استنجا وكيدو يعني بيكون فيه تنقيض على خوف كي تمام يا سوز جميل ميش انت حرك عندك كم سنة معلش 29 سنة بس طيب متزوج ولا مش متزوج متزوج ولا مش متزوج ايوة يا فاند متزوج ايوة تمامي شكرا شكرا ليك يا أسف ضل طبعا ناخد منش اتصالتين طبعا ناخد منش علوم ايوة تفضل ايوة شام عشان وحطاتك فاند اهلا بيك تفضل يا استاذ شام اهلا ربنا برك فيك اهلا ممكن اكلم الدكتور بس السؤال اتفضل الدكتور معي اتفضل ايوة السلام عليك يا دكتور اتفضل استاذ جميل معك معلش انا عندي البول بيحصل ان انا لما اجي اعمل الحمام بول بحس بعد انتهاء الحمام بحس ان انا فيه لسه فيه جزء من البول او قطارات من البول عايز اخرجها تاني تمام انت حرك عندك كم سنة عندي اه 37 سنة طيب الحكاية دي بقالها كتير معاك ولا هي مسلا بقالها يومين ثلاثة وبخلاص لا لا بقالها ما يقرب من 6-7 سنين طيب انت متزوج اه متزوج طيب مقيم في البيت ولا مقيم برا بعيد عن زوجتك لا انا مقيم في البيت عادي تمام ماشي ماشي زيز ان كمان فيه بيحصل ان انا عايز اعمل حمام بول كتير تمام لا يعني حتى لو شربت شوية ميط ويريد بحس ان انا حتى بكون لسه عامل حمام قريب ببعا عايز اعمل حمام تاني وده بسبب ان انا ما اعرفش طيب انت لما بتدخل الحمام في المرة التانية بتجيب كمية بول كتيرة ولا بتجيب نقطتين وخلاص لا بجيب كمية عادية كمية معقولة تمام يعني انت بتدخل بسرعة وبتجيب كمية كبيرة اه تمام شكرا لك يا استاذ يشام الدكتور هيرد عليك طب احنا هنرد على التلات حالات تمام انا نسيت الاولاني بس الاول استاذ جمال اتنين وخمسين سنة عنده عدم التحكم في البول تمام وعمل عملية حصوة في الحالب جميل تمام بالنسبة الاستاذ جمال هو عمل هو الوصف اللي بيوصفه ده حاجة اسمى ارجو انكنتنس او سلس بولي الحاحي تمام هو برضو لو شاف الحلقة بتاعتنا على اليوتيوب هيلاقي فيها كل حاجة بس هو الفكرة كلها ان الرج انكنتنس ده هو ده غالبا مالوش علاقة بالعملية اللي هو عملها قبل كده تمام وده بيجي الاسباب بقى بيجي مثلا في حد عصبي او بيجي الاسباب زي مرض السكر زي لا اسباب كتيرة جدا مش مهم مهم ان هو بيبقى علاجها علاج دوائي تمام مش علاج عمليات او لا اي حاجة زيك مش جروحة مش تدخل جروح بس المعلومة اللي هو لازم يعرفها قبل ما يعملها تمام يتأكد ان ما فيش تضخم في بروستاتا ولا اي مرض بيسبب انسداد بولي لانه لما هيخد العلاج العلاج ده عبارة عن حاجات بتصبط المسانة لان المفروض ده المسانة نشطة بتضرب ضربات خارجة عن اراضته او عن تحكمه هو الشخص فبتيجي مرة واحدة لقيت زنق على ما يروح دورته المياه بيكون فضة خلاص فلازم في المرحل هندي حاجة تريح المسانة حاجة تهدي المسانة هنا لازم قبل ما يبدأ ياخد العلاج يتأكد ان ما عندوش اي سبب لاحتباس بوله خصوصا انه كان عنده حصوات قبل كده لانه لو اخد العلاج اللي بيثبت المسانة دي وهو مثلا عنده بروستاتا او عنده تضخم في البرستاتا او عنده اي احتباس بولي لأي سبب ده هيسبب له ان البول ده هيتحبس هو مش يبقى حاسس فيعمل له مشاكل كتير خلاص فهو ده علاجه دوائي بسيط جدا بياخد حاجة مضادات للكلين زي ما قلت له حارك بتصبت المسانة وبتحسن له يعني ده علاجه بالدوام بيش تدخل لي راح لا مش اي حارك طيب بالنسبة لأستاذ عبدالله عنده 29 سنة هو متزوج وعايش في البيت وبعد ما بيعمل عنده تبول وبعد التبول بيحصل حالة طنقيم طيب هو ده variant of normal ده جزء من الطبيعي ده مش مرض ده normal العادي ده الطبيعي بس هو المفروض ان هو بعد ما بيتبول انت عارف حارك ان مجرى البول السمام بيقبع عند جزء الداخلي منه خالص كل ده ما فيش فيه سمام فانت عارف زي طريق كابسل هوا كده لما تمسيك السيرنجة بإيدك تسحابي مرة وضغطي إيدك عليها لما تشيله صباعك بيقوم المياه واعتين طول ما انت خطى صباعك فيه vacuum فيه negative pressure فهو كله المطلوب منه ان هو بس بعد آخر حاجة في البول بياخد نفس عميق كده بيخرجه بيلاقي المياه كلها متنسلق فرص واخد استقص طيب ده ندع العادي ممكن يعمل ميلكينج بإيده وكده يفضي نقطتين المياه دول لان ده بيبقى vacuum موجود في جزء الانبوب بتمجرى البول دي او الاحليل ده مليان بالمياه لما بيتبول وبيجي خرج النفس بتاعه بيقوم الفاكيوم ده فاكك بما المياه بتقوم ايه بس دي كل دي كل طيب دكتور نرجع برضو نرد على أستاذ هشام الأستاذ هشام عنده هو عند 37 سنة وعنده برضو تبول لا إرادي ومتزوج وعيش أنا بس عندي استخصار دكتور انت سألت أستاذ هشام وسألت الأستاذ عبدالله حضرتك متزوج وعيش مع زوجتك يعني قاعد في البيت ولا لا هو أستاذ هشام بس كانت شكوته تبول لا إرادي تبول لا إرادي عند 37 سنة وبيعمل كمية العادية لا هو مش تبول لا إرادي أستاذ هشام سأل على زيادة تكرار مرات التبول يعني بيبقى خارج أو بيدخل كتير بيدخل التوالات كتير وعنده برضو بزيادة بيروح كتير بصي هقول لحضرتك حاجة أنا ليس ألتوا متزوج ولا لا بس بيقول في كل مرة كمية عادية كمية كتير كتير بس الكمية عادية تمام أنا أخذت بالي من النقطة بصي هو بالنسبة للمتزوج ولا لا أو موجود معناتك السؤال ده حضرتك سألته لاثنين أستاذ هشام وأستاذ عبدالله فأنا عندي استفسار ليه هل ده لي علاقة أو ليه لأ علاقة وطيدة جدا بص في غدة البرستاتة دي الناس في الشارع أو في أي مكان لما بتقول حد عنده البرستاتة بيبقى قصدهم تدخم البرستاتة الحميد تدخم البرستاتة الحميد ده بيجيش قبل الخبسين خلاص يعني الشاب الـ 29 اللي تكلم ده والـ 37 ما عندهوش تدخم البرستاتة الحميد بس عنده حاجة ممكن تحصل في السن ده تعمل حاجة شبه تدخم البرستاتة الحميد الفرق أن التدخم البرستاتة الحميد ده مرض وانس إنه حصل زي الشعر ما بيض خلاص كل دور نحن بنتحكم فيه بنتحكم فيه مش بنعاله عكس احتقان البرستاتة اللي بيحصل في السن بات احتقان البرستاتة ده المرض بتاع المراهقين أو بتاع اللي هو الرغبة الجنسية المكبوطة بتاع واحد مسافر بعيد عن زوجته مثلا بتاع شاب زغير مش متزوج بيحصل ان غضة البرستاتة بيحصل فيها احتقان يعني يعني العضو بيحتقن بالدم بيبقى فيه ضخ دم كتير للمنطقة دي غضة البرستاتة معدي جواها مجرم ميا يعني غضة البرستاتة كده مجرم ميا ماشي جواها كده لما بتحتقن او بتتملي بالدم بتقفل مجرم ميا فبتبدأ تعمل اعراض زي اللي هو الأستاذ الشام اللي هو تباول كتير بيروح طوالات كتير بس الكمية عادية لا هو بالنسبة للأستاذ الشام بقى حتة الكمية عادية دي دي معناهاكر كمية البول كتير عارفي لو عنده احتقان هيتزنق وهيروح دورط المية وهتلاقي буينازل شواء صغري ويرجع وبعد شوية يتزنق تاني ويروح دورط المية هذا اللي بيحصل الاتجيل كده بيدخل طوالات كتير بس كمية عادية بيجيب كمية البول العادي ده بقى معناها كمية ان هو بيفرز بول باستمرار Ferrlé ده ممكن يكون أي سبب تاني بيشرب ماء كتير بيأكل ملح كتير أو برد أو برد سكر أو بيأكل حاجات سبايسي أي حاجة من الحاجات دي تخلي كمية إفراز البول عليه أو الحاجات السبايسي دي بتعمل إريتيشن بيتضايق المثانة إنما بيأكل فلفل أو بيأكل شطة أو حاجات زيك حاجات دي تنزل في المثانة عايز يدخل الطايلت فيها بيبقى كمية البول قليلة بس دي عاملة إريتيشن للمثانة عايز يدخل لكن أنا سألت على احتقان البروساتة ربما يكون هو زي ما بقوله حركاته فيه فريكنسي فيه زيادة في التكرار أو بيروح حمام كتير بس بيروح يجيب كمية قليلة ده مريض الاحتقان بالزبط لما أنا ما سألته أنا متزوج ومقيم مع زوجتي أنا استسنيت فكرة الاحتقان صعب تبقى موجودة فيه حاجة زي كده طيب دكتور نكمل طرق علاج المثانة آه تمام احنا وصلنا ان احنا قلنا في مرحلة بعد كده بنعمل عملية ديفيرجين أو تحويل لمجرى البول لما بيكون المرض انتشر خرج من مصل العضلة بتاعت المثانة أو خرج منها الديفيرجين ده بقى ضروري بقى خطوة من علاج كل المراحل اللي بعد كده لو بعد كده المرض قدر انه يخرج من عضلة المثانة وانتشر في مكان بعيد ده بنقدر نعرفه طبعا في مرحلة إفاليويشن بتاع الحالة احنا عملنا المنظار لقيناها في العضلة المفروض ان احنا قبل ما نكمل قرارنا العلاج بنكون عملنا اشعة على كل حاجة في الجسم يعني بنعمل اشعة مقطعية على المخ بنعمل اشعة على الصدر بنعمل اشعة على البطن مقطعية كاملة نعم نعمل اشعة على العظم بتاع الجسم كله نشوف ربما يكون في بقرة حصلت من الحبقر دي طيب مفيش بقرة خلص احنا بنكتفي بالحل الجراحي تمام وبنتدي جرعات وقائية مش علاجية وقائية من العلاج الكمي تمام اللي بيطعيتي في الوريد مش اللي بيطعيتي بقى جوة المثانة طيب إذا لقينا فيه انتشر ببقر ولا بقرة واحدة بس يعني ولا واحدة بس موجودة في الكلام هنا بنعمل حل الجراحي بتاعنا إذا كان المريض حالته العامة تسمح حالته العامة تسمح نحن بنشيل المثانة وبنعمل الـ diversion المناسب أو التحويل المناسب للمريد قلت الحركة نفيحة في ناس بنحول لها في الشرق في ناس بنحول لها برة على طول في ناس بنعمل لها new platter طيب بنعمل إيه بعد كده بنبدأ ندي علاج كيماوي في الوريد علاج علاجي بقى جراعات علاجية بتبقى جراعات أعلى لو لقينا فيه بقرة أو بقرتين طيب فيه آخر حاجة خالص المريض اللي حالته العامة ما بتسمحش تمام بنعرضه الحاجة اسمها علاج إشعاعي بنعرض الحوض لعلاج إشعاعي وبنعرض الجسم علاج كيماوي بريجيمنز وبروتوكولات متعرف عليها عالمية وبقى فيه نسمة بينهم برضو بيتحسن بس يا دكتر هنعرفين الإشعاع والكيماوي لما بيدخل الجسم والله هو فيه ناس بتتعالج يعني فيه نسبة شفاء عايز أقول إن نسبة الوفاة بتبقى عالية انت عارفة إن احنا عندنا هنا في مصر على مستوى الأطفال بلاش على مستوى الكبار على مستوى الأطفال عندنا في مستوى 57 عاملين معدلات ممتازة جدا وحدات العلاج الإشعاعي نفسها الطوارج بقوا بيوجهوا العلاج على المناطق اللي محتاجة لعلاج بس بشكل كويس بس فهي الفكرة كلها إن الحاجات دي متعرفة عليها يعني فيه نسبة الإشفاء عليها دكتر لا فيه نسبة شفاء يعني المرحلة الأخيرة اللي هي الفور اللي هي التي فور اللي هي اللي بنكلم عنيها بالإشعاع الكماوي دي إحنا بنصنف المرض على أساسي التي اللي هو بقارد نفسه والإن اللي هي العقد اللي انفاوية اللي انتشر لها المرض والإم اللي هي الميتاستاسيز اللي بيكون فيه متاستاسيز يعني انتشر وضرب العقد اللي انفاوية بتاعة الحوض وكده وخرج من المسانة ده المفروض أنه المرض في مرحلة متأخرة جدا ده أكيد في حالات بتشفى على الإعلاج الإشعاعي وعلى الإعلاج الكيميائي أو على الأقل بيعمل حاجة اسمه 5 years survival يعني بيقدر المرض المرض بيقف في المكان أو بيثبت في المكان ده بيانحسر لمدة 5 سنين بيانحسر في المكان ده ما بنتقلش المكان تاني لمدة 5 سنين يعني بقولك 5 years survival rate مثلا بيبقى 30% أو 20% في الناس اللي هي بتتعرض في المرحلة دي ده معدل كويس جدا أنت بتكلمي في مرحلة متأخرة جدا من المرض أنت أخذ بالك بس طب دكتور عايزة يسأل سؤال هل أعراض ألم المسانة أو سرطان المسانة نفس الأعراض عند الرجل والست ولا بتختلف نفس الأعراض مفيش أي اختلاف نزيف بولي مدمم تمام بس الفرق بقى أنك لما بتلاقي عند الرجل النزيف البولي ده هو ممكن تقولي آه ده بروستاتا ده التهبات ده كذا الـ differentiation بقى عملية الـ differential diagnosis بتاع الموقف نفسه أو التفرق المفروض بيبقى عندك من ضمن الاحتمالات لو حد راجل كبير جايلك أقولك أنا عندي حرقان في الم鏡 الاحتمالات الاحتمال رقم واحد اللي تشكي فيه بروستاتا رقم اتنين هتشكي في سرطان المسانة رقم تلاتة بقى للتهابات عند الست لأ لو ست جايها ست كبيرة ستين سنة جاي بتقولك أنا عندي حرقان في المüne هتفكري رقم واحد في تهابات مجرى البول تمام لأن ده تبيعي ده العادي عند السيدات إن بيجي التهابات في مجرد ربور وهكذا لكن هي نفس الأعراض بس اللي بيفرق بقى الخريطة بتاعتك أو الألجوريزم ترتيب تكوين ترتيب ترتيب الاحتمالات اللي قدامك رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة آخر حاجة عايزة أقولك إن احتمال الإصابة بسرطان المثانا في الرجالة ضيع في الست تمام لأن الأسباب أو الريسك فاكتور يعني كان دايما يقولك إن الست نسبة الإصابة بالسرطان على حسب على حسب على حسب مكان الورد يعني السرطان ما ينفعش تخديه ككل مش كمرض ككل على حسب المكان اللي بيجي فيه تمام إحنا عارفين إن الست أكتر مكان عرضة للإصابة بالسرطان لو سرطان السجر آه بالزبط تمام الرجالة بنسبة مثلا 70-80% فوق الثمانين سنة بيجي لهم سرطان في البروستاتا دي حاجة متعرفة عليها بس سرطان البروستاتا ده مرض بطيء جدا تمام بياخد الكورس بتاعه 10-15 سنة على ما يتطور ويعمل مشاكل ففيه ناس بيعايشة بسرطان البروستاتا ومش حصصة تمام بنائلها لما بيجي في سن بدري شوية تمام لكن هو العادي بيجي فوق الثمانين سنة أو فوق الثمانين سنة وبيجي سرطان البروستاتا ده برضو أكبر سرطان أو أكبر احتمال للسرطان في الرجال لكن بالنسبة لسرطان مثلا احتماله في الرجالة أكتر من السيدات لأن الرجالة أكثر عرضة للريسك فاكتورز أو للعوامل المؤدية لزي المسانة التدخي طبيعيا الرجالة بتدخم أكتر من السيدات تمام زي المواد الكيموية الناس بتشغل في المحاجر في المناجم اذا عرض للكربونز دي للسايكلو كربونز دي كتير دول بيبقى احتمال استغلوا في المصانع اه في المصانع بالزبط الناس دي بيبقى احتمال ان يجيلوا سرطان المسانة أكتر من الايه من السيدات طيب دكتور ننتقل لنقطة تانية خالص ننسيب سرطان المسانة وندخل عن موضوع ألام الخصيطين عايزين نعرف ايه هو ألام الخصيطين برضو نتكلم عن أسبابه وأعراضه ونتكلم عن أكتر الإصابة منه السيدات نسبة الإصابة فيه عالية عند الرجالة وأسبابها ايه طيب ألام الخصيطين أنا بعتذر لا 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 ألام الخصيطين بتحرك برضو زي ما قولنا كده على رينج واسع قوي من الاحتمالات عندنا احتمالات كتير الاحتمالات ده فيه جزء منها بيبقى احتمال لكون المشكلة في الخصية نفسها وفيه مشكلة يكون ان الوجع اللي المريض بيشعر به في الخصية ده هو في مكان تاني بس مسمع في الخصية ليه لأن احنا عندنا في الجسم فيه التغذية العصبية اللي بتحكم الإحساس بالوجع يعني أنا لو حسيت بالوجع في الخصية ممكن يكون مثلا فيه مشكلة في الحلب فيه حسوية في الحلب بالحلب بيحاول يطردها فبيعمل تقلصات كده المريض بيحس بالوجع في الخصية ليه لأن نفس المنطقة دي واخده نفس التغذية العصبية اللي جاية للخصية نفس العصاب اللي جاية للخصية ممكن حد تاني عنده شرخ شراجي وحاسس بوجع في الخصية ليه لأن هو نفس التغذية العصبية اللي بتاعت المنطقة دي مغذية جزء من الخصية يعني هي توعتور منطقة واحدة يا دكتور لا على حسب خريطة التغذية أصلا بصي الخصية بتتكون وقت تكوين الجنيني أصلا أول ما بتتكون بتتكون جنب الكليا جوارها على جانبية العمود الفقر فبتنزل واخد العصب السيمباثاوي بتاعها من فوق تمام وهي في طريقها العصب السيمباثاوي بتاعها هو نفسه المغزي أنت عارف أن أي عضو داخلي في الجسم له ثلاثة أنواع من التغذية تغذية حسية تمام تغذية السيمباثاوي تمام أو السيمباثيتك وتغذية البارا السيمباثيتك كل واحدة في دول لها وظيفة يعني التغذية السيمباثيتك دي لها وظيفة معينة هنتطرق لها دلوقتي البارا سيمباثيتك لها وظيفة فالخصية وهي نزلة بتتكون أول على جانبية العمود الفقري وراء فوق جنب الفقرة الرابعة أو الفقرة الثالثة وراء وتبدأ تنزل تمام وهي بتهاجر بتاخد معاها البطانة بتاعتها اللي هي بتغطيها اللي هي بتعمل بعد كده الكيس الصفنة بالعضلة الدرتوس مصل والعضلات اللي بتغطيها والشكل اللي احنا بنشوفه في الاخر ونزلة بتاخد معاها التغذية الدموية يعني واخد الشريان بتاعتها الشريان اللي بيغز الخصية جاي من الشريان الأورطة من جنب الشريان الكلوي من فوق يدوب من وراء عشان كده ربنا بيقول واجعلنا اللي باني قدم زرياتهم من ظهورهم لانه هو التغذية الدم اللي جاي للخصية اللي بتصنع منه حانات المنوية ده هو جاي من الشريان الأورطة من جنب خارج من جنب المخرج اللي بيخرج منه شريان الكلب يعني تعتبر خارجها من القلب على طول تمام؟ ده واحد بتاخد معاها كمان التغذية العصبية فهي أول ما بتاخد بتاخد تغذية السيمباسيتيك بتاعتها وهي نزلة من فوق فدي لو حصل مثلا حصوية في الكليا أو حصوية في الحالب والكلية بتحاول تطردها أو الحالب بتحسي بواجه في الخصوية وهي نزلة تحت شوية بتاخد البراسيمباسيتيك من عند الفقرة S2 و3 و4 نفس الأعصاب دي هي اللي بتغذي الشراج تمام؟ اللي اسمها السادل بليكسس أو الضفيرة العصبية المغذية لمنطقة جزء السفلي من الحوض تمام؟ لو حصل واجع في المنطقة دي بيسمع في الخصية ده فراكشن كبير من الواجع في الخصية يعني المريض بيجي له واجع في الخصية وهي المشكلة في مكان تاني طيب نيجي بقى للأسباب اللي في الخصية نفسها اللي ممكن تعمل واجع الأخطر هو مش الأشهر أو مش الأكثر حدوثة الأخطر هو حاجة اسمها التوائق الخصية التوائق الخصية إنه بيحصل في بعض الناس بيتقفل تمام؟ بيتقفل بيتقفل فبيتمنع الدم اللي وصل للخصية احنا هنا قدام عضو مهدد بالهلاك جنجر فيه غير غيريه ناطس في خلال 4 إلى 5 ساعات هي قادرة تتعامل مع الدم اللي اللي بتمتصه من السراوندينجز بتاعتها لكن أكتر من كده مش هتقدر أنها تبقى عايشة لازم في الأربع أو خمس ساعات ده هما التدخل للجراحة ده النوع اللي لازم الناس كلها تبقى عندها وعي منه ألم الخصية الناتج عن الاتواء لأن هنا المريض قدامه ساعات ييلحق الخصية ييلحق هاش لازم ييلحق تدخل جراحة بسرعة يتفكل الاتواء ده طيب المريض هيعرف الحكاية دي إزاي أولا ده بيحصل للشاب في مرحلة ما بين 12-13 سنة لحد 20-21 سنة سن المراقب ده الطبيعي تمام؟ ممكن يفلت سنتين زيادة أربع سنين زيادة مفيش مشكلة لكن هو ده إيه إيه العاد يبقى الشاب في المرحلة دي بيجي الواجع صدمي يعني بشكل مفاجئ الواجع الواحد قاعد تمام؟ وجع جاه خلاص تمام؟ لما بيجي الواجع ده هو بيجي بشكل مفاجئ بيوصل للزروة بشكل كامل يعني أول ما بيحصل الواجع بيضع بأكسر ألم شديد طبعا الحاجة المصاحبة ليه الوحيدة ممكن أفهم يللقي لأن احنا عالفين الخصية واخدة معاها الناسجة البريطوني بتاع البطن وهي نزلة من ضمن التغطية بتاعي فلما بتلف بيحصل إريتيشن ده أو زي إزعاج للناسجة البريطوني فتبدأ الأعضاء تتعاطف مع الخصية فتبدأ يحصل الفوميتينج ده العرض الوحيد اللي ممكن يحصل غير الواجع تمام؟ طيب ده أخطر مرحلة ده أخطر نوع من أنواع واجع الخصية أي نوع تاني ممكن تاخدي وتدي معاه لكن النوع ده ممكن الخصية تنتهي فورا في خلال ساعات بيعرفها المريض إزاي بيحط إيده بس يلمس الخصية وضعها اختل أو وضعها بقت مستعرضة بدل ما هي كانت بالطول بقت مستعرضة في الوقت ده لازم المريض بيتحرك أول خطوة بسرعة بيجري هيعمل حاجة اسمها دوبلر في أقرب مكان أقرب مستشفى دوبلر ده بيقول له مفيش دم فعلا أشاعة أشاعة بباشاعة خلاص بتاع جراحة بعد الأشاعة وخلصت بيتعمل بقى بعد كده الفكر للتواء إذا كانت الخصية لسه هيلثي يعني لسه عايشة بتتساب إذا كانت ميش هيلثي بيستحسن هي تتشاهل يعني ده تدخل الجراحي ده لازم سريع آه لازم بسرعة ده في المريض يبقى ده وجع الشديد اللي بيبدأ فجأة وبيوصل لزروته بشكل مفاجئ ده اسمه التواء الخصي طيب في نوع تاني من الوجع بيبدأ بشكل تدريجي يعني المريض بدأ وجع النهاردة بكرة زاد بعده زاد وبيتدرج في الشدة بتاعته بيزيد مع الوقت اللي هو الالتهاب الناتج عن ايه او الانتهاب الخصي او البرد ده بيجي في مرحلة عمرية اعلى شوي اللي هو بعد الزواج اثناء العلاقة زوجية ممكن ان خصي تتخبط خبطة خفيفة ممكن ان حد بيركب موتوسيكل الخبطة دي ده العادي الألم العادي الخبطات الخفيفة دي بيانتج عنها ميديا موسط او وسط قادر على او ايه محفز للبكتيريا ان هي تشتغل تمام او الناس اللي هي مثلا ممكن مرة من المرات ركب اسطرة او ركب حاجة حصل الى اي انسترومنتيشن اي تدخل مع مجرى البول بتدخل ميكروبات الميكروبات دي بتمشي في الحبل المنوي بتوصل للبربخ او للخصية بتبدأ تعمل التهابات في الخصية والايه والبربخ الالتهابات في الخصية والبربخ دايما بتبدأ بشكل تدريجي مش بشكل مزيد بس ممكن توصل لمراحل من الشدة عالية جدا تمام بتعالج بالأدوية بتعالج بالأدوية بس لازم بقى طبعا لو انا شكيت او لو حصل شك من قبل المريض في اللحظة دي الدبلر هو لا يفرق هل فيه التهابات في الخصية والبربخ ولا لا تمام طيب في وجود التهابات الخصية والبربخ ده هيا زي ما قلنا لازم نميز الاتنين مع بعض ولازم أبقى عارف ان هي الفئة العمرية اللي بتحصل فيها للتهابات ده هيا غير الالتواق يعني دي بتحصل في مرحلة عمرية اكبر شوية وممكن تحصل في الناس الكبار لو عندهم اي مشكلة في المناعة يعني اكتر اكتر الاصابة في الناس الكبار 30 اربيعين ندل بيجل من التهابات الخاصة من التلاتينات لحد دو فوق بقى الناس الكبيرة 50 او 60 ممكن بعد انقطاع حتى العلاقة بتحصل التهابات ازاي حد عنده السكر مثلا عنده المناعة وعيد فده بيبقى معارض للتهابات في اي مكان في الجسم من ضمنها الالتهابات من ضمنها بيجي التهابات في الخصية والبربك ممكن التهابات في اي مكان تاني ده بالنسبة للسبابين الرئيسين في مرض بقى الاشهر او الاكثر انتشارا بيبقى احتمال انه يحدث واجع من نسبة من 20-30% بس اللي هو دوال الخصيتين دوال الخصيتين ده مرض بيانتج عن الاوردة اللي بتسحب الدم من الخصية ورجع بقى لتجويف البطن تاني الاوردة دي بيحصل فيها تراهم تمام المريض ده بيعيش فترة احتقان طويلة جدا تمام لحد ما الاوردة دي بتفقد قدرتها على انها ضخ الدم تاني لبطن فتتتضخم وبتطراها للأوردة عشان ما ندخلش في تفاصيل الدولي انها شايلة شايلة فوقيها فبيبقى الوجع بتاعها في صورة ايه تقل شديد جدا تمام والنوع ده هو ممكن يبقى سايلنت ممكن يبقى بوجع بس وخلصت وسهل علاجات وسهل علاجه اه بالضبط كده طيب دكتور هلالأسف فوقت حلقتنا عادة بسرعة بس ان شاء الله في حلقات تانية عشان نكمل بقية حديثنا شكرا لك دكتور محمد عبدالجواد عمر عدو الجماعي الأمريكية لأطباء وجرحة المسالك البولية وأمراض الزكورة شكرا لك دكتور شرفتنا ونورتنا شكرا للمشاهدين ومتابعين في كل مكان شكرا لحسن المتابعة شكرا لكل الزملائي في الكنترول وستوديو بشكركم وشوفكم على كتير